بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد علي أفضل الصلاة وأتم التسليم أهلا وسهلا بيكم مع درس جديد الكميات الفيزيائية القياسية والكميات الفيزيائية المتجهة يعني إيه كمية فيزيائية؟ هي الخاصية الفيزيائية التي يمكن قياسها والتعبير عنها بمقدار ووحدة قياس طب الحاجة اللي أنا ما أقدر شائسها والعبر عنها بمقدار ووحدة قياس ما تبقاش كمية فيزيائية زي العدل، زي الخير، زي راحة البال، زي العلم كل الحاجات ديات لا يمكن التعبير عنها بمقدار ووحدة قياس ولا يمكن قياسها ففي الحالة ديات هي ليست كمية فيزيائية إذن الكمية الفيزيائية هي الخاصية الفيزيائية التي يمكن قياسها والتعبير عنها بمقدار ووحدة قياس حتى نقسم معنا الكمية الفيزيائية الحكتين كميات فيزيائية قياسية هي التي يكفي الوصفة تحدد مقدارها فقط وكميات فيزيائية متجهة هي التي يلزم لوصفات حديد مقدارها واتجاهها يبقى القياسية محتاجة إسها بس يعني عايز مقدارها والمتجهة محتاج مقدارها واتجاهها مثال الكتلة بالكيلو جرام الطول بالمتر الزمن بالثانية الحجم بالمتر تربيع المساحة بالمتر تربيع الكسافة بالكيلو جرام لمتر تربيع المسافة بالمتر السرعة القياسية بالمتر على الثاني وأمثلة الكميات المتجهة القوة بالنيوتن العجلة بالمتر على الثانية تربيع الإزاحة بالمتر السرعة المتجهة بالمتر على الثانية قال لك علل الزمن أو الكتلة كمية فيزيئية قياسية قال لك أي حاجة هي لكمية قياسية قوله لأنه يكفي الوصفة تحديد مقدارها فقط فهنا الزمن هنقول لأنه يكفي الوصفة تحديد مقداره فقط علل الإزاحة أو العجلة كمية فيزيئية متجهة هنقول أنه يلزم لوصفة تحديد مقدارها واتجاهها المسافة والإزاحة في الرسمة اللي قدامنا المسار الفعلي اللي قطعته السيارة 4 كيلو بعدين 3 كيلو بعدين 3 كيلو بعدين 4 كيلو يعني المجموع بتاعهم 14 كيلو وهي كمية قياسية يهمني فيها قياسها بس تعبر عن طول المسار الفعلي اللي قطعته السيارة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية نقطة البداية ألف إلى نقطة النهاية وتسمى في هذه الحالة المسافة ليه فيه؟ يبقى اللي فوق ده المسافة طيب السيارة أصبحت على بعد 10 كيلو غربا من موضع البداية وهي كمية متجهة تعبر عن مقدار واتجاه بعد السيارة عن موضع البداية وتسمى في هذه الحالة إزاحة يبقى ده اسمه إزاحة إذن المسافة طول المسار الفعلى الذي يسلكه الجسم متحرك من موضع البداية وموضع النهاية بينما الإزاحة هي المسافة المقطوعة في اتجاه سابق ومقدار الإزاحة هو طول أقصر خط مستقيم بين موضعين في ملحوظة هنا إن الإزاحة في الغالب بتبقى أصغر من المسافة المسافة بتبقى أطول في أغلب الأحيان لكن ممكن تتساوى الإزاحة مع المسافة لو الجسم بتحرك في خط مستقيم واتجاه سابق لكن لو هم متحرك في خط متعرج وده في الغالب بالطرق كلها متعرجة فبالتالي بمسافة بتبقى أكبر من الإزاحة ده أغلب الأحيان والإزاحة ساعت بتساوى سفر والجزءة دي مهمة بتنفعنا بعد كده في المسائة الإزاحة تساوى سفر إمتى يا مستر؟ لما تكون نقطة البداية هي نفسه نقطة النهاية يعني الجسم عاد لنفسه النقطة اللي بدأ منها فالإزاحة تساوى سفر تطبيق إذا أراد شخص القيام برحلة بالسيارة من مديدة القاهرة إلى مديدة طنطة فإن المسافة بين القاهرة وطنطة بتعتمد على طول المسار الذي اتبعته الرحلة فلو المسار بتاعه للزقزيق وبعد كده من الزقزيق لطنطة هيبقى 80 زق 85 هيعمله 165 كيلو ولو هو من القاهرة البانها 45 كيلو ومن بنها لطنطة 60 كيلو هيعمله 105 كيلو متر لكن الإزاحة اللي بتقطعها السيارة من القاهرة لطنطة 93 كيلو شمال غربي أهو طب أنا بعرف الاتجاه منين أنا بشوف نقطة البداية ونقطة النهاية بالنسبة لها فيه أهو حاجة عامل كده هو الاتجاهات الأصلية أهو شمال جنوب شرق غربي هي في الشمال الغربي أهو يبقى نقطة النهاية بالنسبة لنقطة البداية في الشمال الغربي خدت 93 كيلو خلاص يبقى ده الإزاحة طبعا هتطلع أقل من المسارين التانين اللي هي المسافة اللي هي المسار الفعلي اللي هو قطعه بالزبط طبعا هي الحالة دي ممكن تتحقق لو أنا راكب طيارة طيارة هليكوبتر من هنا لهنا مفيش عوائق في الطريق تخلينا لف فبالتالي حقط على 93 كيلو بالشكل ده أعمل الإزاحة علل الإزاحة كمية متجهة بينما المسافة كمية قياسية حنقوله السبب في كده لأن الإزاحة يلزم لوصفها تحديد مقدارها واتجاهها بينما المسافة يكفي لوصفها تحديد مقدارها فقط خلاص ما معنى قولنا أن المسافة التي قطعها جسم في اتجاه معين تساوي 50 متر معنى كده إن إزاحة الجسم 50 متر ما هي الإزاحة هو أنك أنت تقطع مسافة في اتجاه معين طيب ما معنى قولنا أن إزاحة الجسم الماء بتساوي 50 متر شرقا أي أن المسافة التي قطعها الجسم من موضع البداية إلى موضع النهاية تساوي 50 متر باتجاه الشرق ما معنى قولنا أن إزاحة الجسم تساوي 0 معنى كده أنه عادل نفس النقطة اللي بدأ منها أي أن موضع النهاية للحركة هو نفس موضع لابتداء إله يعني عادل نفس النقطة اللي بدأ منه دي مقارنة بين المسافة والإزاحة المسافة طول المصاري الفعل الذي يسلكه الجسم متحرك من موضع البداية لموضع النهاية وهي كمية قياسية بينما الإزاحة هي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع البداية لموضع النهاية وهي كمية متجه السرعة المتجهة علماء الفيزياء يوضح الفرق بين السرعة والسرعة المتجهة إذ أن السرعة المتجهة هي هيها السرعة القياسية لكن في اتجاه محدد يبقى الفرق من السرعة العادية والسرعة المتجهة إن السرعة المتجهة هي هيها السرعة العادية اللي هي السرعة القياسية ولكن في اتجاه محدد ومن ثم لكي نعرف السرعة المتجهة يلزمنا حاجتين معرفة مقدار السرعة واتجاهها ويمكن حساب السرعة المتجهة من العلاقة السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن الكل أنا عند السرعة بتساوي المسافة على الزمن هنا هنقول بتساوي الإزاحة على الزمن الكل دي مقارنة بين السرعة القياسية عين والسرعة المتجهة عين شرطة السرعة القياسية هي مسافة كلية خلال وحدة الزمن بينما السرعة المتجهة الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن يعني أنا هنا بأسم مسافة كلية على زمن كلي في السرعة المتجهة بأسم الإزاحة على الزمن الكل هنا بالمتر على الثانية وهنا طبعا بالمتر على الثانية بس أنا في المتجهة بقول معاها فيه اتجاه الشرق أو فيه اتجاه الغرب أو كده بنقولوا معاها اتجاه إذن السرعة القياسية هي مسافة كلها مقطوعة في الثانية الواحدة بينما السرعة المتجهة هي الإزاحة المقطوعة في الثانية الواحدة بيعد الحيوان المفترس الفهد أو الشيتة من أسرع الحيوانات البرية حيستبلغ سرعته 27 متر على الثانية فإذا أردنا التعبير عن سرعته المتجهة يجب أن نحدد اتجاه حركته فنقول السرعة المتجهة للشيتة 27 متر على الثانية في اتجاه الغرب مثلا يبقى أنا السرعة المتجهة لازم أقول المقدار ولازم أقول الاتجاه على الاختلاف السرعة القياسية عن السرعة المتجهة هنقول أن السرعة القياسية بتقدر بالنسبة بين المسافة والزمن لكن السرعة المتجهة بتقدر بالنسبة بين الإزاحة والزمن بقى سرعة قياسية مسافة على زمن لكن سرعة متجهة إزاحة على زمن علل السرعة المتجهة لسيارة الصباق أثناء دورانها في المضمار تكون متغيرة حتى ولو كان مقدارها ثابت ليه السرعة المتجهة؟ بتكون متغيرة حتى لو المقدار ثابت معنى كده أن يقصد أن الاتجاه اللي بتغير السؤال حلل نفسه أصلا يبقى حنقول للتغير المستمر في اتجاه حركته مهم مقدار ثابت يبقى اللي بتغير الاتجاه علل الجسم المتحرك الذي يكون موضع نهاية حركته هو نفس موضع بداية حركته تكون سرعته متجهة تساوي 0 هنقول أن مقدار إزاحة هذا الجسم المتحرك بيساوي 0 ما هو السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن ومدام أنا عندي الإزاحة تساوي 0 يبقى إذن السرعة المتجهة هي كمان حتساوي 0 علل أهمية السرعة المتجهة للرياح بالنسبة للرحلات الجوية هنقوله لأن زمن الريح لو كمية الوقود المستهلكة بيتوقف على اتجاه الرياح لأن لو هو في نفس اتجاه الرياح بيستهلك وقود أقل لكن في عكس اتجاه الرياح بيضطر أنه هو يستهلك وقود أكتر عشان يتغلب على الرياح اللي في مواجهته علل اختلاف كمية الوقود أصدقى الطيران بين مدينتين باختلاف اتجاه الرياح هنقوله أن عندما يكون اتجاه الرياح في نفس اتجاه الرياح بتزداد السرعة المتجهة للطائرة فيقل زمن الرحلة وبالتالي تقل كمية الوقود المستهلكة والعكس صحيح زي بالظبط لما انت تبقى راكب عجلة والهوى في ظهرك بتلاقي العجلة ماشية بسرعة والعملية سهلة لو الهوى في وشك بقى تلاقي العجلة ماشية بالعافية لأن الهوى بيقومك نفس الفكرة هنا ما معنى قولنا أن مقدار السرعة المتجهة سوى مقدار السرعة القياسية هنقوله أي أن الجسم يتحرك في خط مستقيم والتجاه سابق لأن في الحالة دي الازاحة عتساوي المسافة فبالتالي تبقى هي هي السرعة المتجهة هي هي السرعة القياسية متى يحدث تغير السرعة المتجهة متجهة لجسم متحرك إمتى تتغير السرعة المتجهة؟ عندما يتغير مقدار السرعة أو اتجاه حركة الجسم أو كلاهم تحرك الجسم من النقطة A إلى النقطة B فقطع مسافة 30 متر شمالاً خلال 20 ثانية ثم تحرك شرقاً إلى النقطة C فقطع مسافة 60 متر خلال 30 ثانية ثم تحرك جنوباً إلى النقطة D فقطع مسافة 30 متر خلال 10 ثواني احسب المسافة الكلية الزمن الكل السرعة المتوسط هنا أنصحك بأن لو المسألة مش هو اللي حطط لك الرسم وكتبها لك لفظياً كده أنت رسمها ولو رسم لك الرسم ومش مكمل البيانات يعني عاملك A و B و C و D وكتب لك المسافة بس ومش كتب لك الزمن اكتب على الرسم الزمن برضو هتلاقي الموضوع بقى أسهل بالنسبة هنحل هوت هنقوله المسافة الكلية هتساوي A B زائد B C زائد C D أول واحدة 30 متر شمالاً وبعدين 20 متر خلال 20 ثانية ثم بعد كده 60 متر خلال 30 ثانية ثم 30 متر خلال 10 ثواني يبقى حجم على 30 زائد الستين زائد التلاتين حيدوني 120 متر بعد كده الزمن الكلي أجمع أول 20 ثانية وبعد كده خلال 30 ثانية بعد كده خلال 10 ثواني يبقى أجمع 20 وبقى 30 و 10 يدوني 60 ثانية بعد كده أجيب السرعة المتوسطة هي المسافة الكلية على الزمن الكلي أقسم 120 متر اللي هي المسافة الكلية على الزمن الكلي اللي هو حيطلع بـ 60 يبقى حيطلع لـ 2 متر على الثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر